اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين خلوني ارحب بضفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن ديو السعيد زي كابتن ديو السعيد منور ويعني سعيد جدا 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 بوجود حضرتك معنا شرف لنا طبعا شرف لنا طبعا شرف لنا احنا انا وانت في قناة النادي الاهل طبعا فالشرف كله لنا ان احنا نكون موجودين في القناة طبعا وكمان في مناسبات جميلة وفي وقت ممتع بالنسبة للنادي الاهلي وتفوقه بشكل كبير جدا في البطولة الافريقية فانا سعيد ان انا موجود معك جدا بنا خليك يا كابتن خليني ابدأ مع حضرتك من البداية هنتكلم طبعا عن فوز النادي الاهلي باللقب وبيني وبينك انا تعودت دايما في النادي الاهلي خلال الفترة اللي انا كنت موجود فيها ان انت اه لما بتفوزك احنا المرة دي عندنا وقت ان احنا نحتفل طبعا يعني عندنا وقته لسه المطش خدنا وقته يعني من بعد المباراة لغاية المطش اللي بعد كده الحمد لله كان عندنا وقت النعم الحمد لله نحتفل وبالتالي توقيت كويس كنا بنطلع من بطولة تتلاقي عندك يومين مطش فما تلحقش تحتفل تلحقش تامل حاجة تلاتة الاتنين سوبر والكاس نفس القصة بعدها بيومين تلاتة مطش فما تلحقش تحتفل وبعدين دي البطولة ام الام كمان يعني بطولة افراقيا كل بينتظر وجاية حواليها حاجات واحداث كتيرة جدا وانك تحققها بالشكل ده طبعا وبعدين يبقى فيه اسبوع راحة فده خلت جمهور النادي الاهلي يحتفل بشكل مثالي وبشكل ممتع وطبعا الناس مبسوطة جدا لانه هي بطولة كبيرة ودايما النادي الاهلي عينه على البطولة دي وبيخطط دايما لها دايما بيخطط ليها علشان هي مسكة ثلاث حاجات يعني مسكة سوبر افريقي ومسكة كاس عالم الأندية صحيح ففيها فيها زخم بطولة بثلاث بطولات فعشان كده يعني مبروك لجمهور النادي الاهلي والمجلس دارة النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي والبطولة الكبيرة دي قبل ما نتكلم عن البطولة والبطولة الافريقية كابتن دي يعني احنا في التاريخ وإحنا بنتشوف الـ السيفي يعني بسم الله ما شاء الله سيفي قوي جدا سواء مع المنتخبات أو حتى مع النادي الاهلي أو مع نادي امبي أو مع نادي سيراميكا ولكن الحقيقة الفترة الأخيرة بعد أعتقد كيروش 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 مع المنتخب يعني أنا لسه كنت بتفرج وإحنا عادين نفس المجموعة الموجودة ألا مجموعة صلاح وحجازي ونني ويعني المجموعة دي هي ما شاء الله مجموعة أنا كنت محظوظ إن اشتغلت معها فترة كبيرة جدا سواء على منتخب الشباب أو في المنتخبات الكبيرة مجموعة مركزة مجموعة على مستوى احترافي عالي جدا بيفكروا كويس جدا في الكورة بشكل كويس معظمهم يعني عشان كده هم عصب المنتخب وعصب المنتخب القومي بشكل كبير جدا يعني هم الكباتين دلوقتي في المنتخب طبعا بيجي عليهم ناس تريزي جي ومرموش ومصطفى محمد وفتوح كل الناس بتيجي لكن هم يعتبر العصب يعني وان شاء الله ربنا وفقهم ياخدوا بطولة الفرق يعني هدف ليهم ده الأهم ولكن برضو كابتن كيفية الاختيار بالنسبالي مين اللي اختار المجموعة دي من الأول عين كابتن ديا شافت محمد صلاح طبعا خدوا وقته وابص كما وجود الله رحمه كابتن جهري مدير فن الاتحاد وجابني وقال لي احنا عايزين تعمل منتخب شباب بس هنعملوا بدري سنتين عشان الولاد بيحصل لهم تغيرات وابعندك فترة هيدخل ناس ويطلع ناس ويدخل ناس وتعمل اعداد عملنا عدت قبل ما نشتغل في المسابقات الرسمية سنة ونص تقريبا او سنتين كنت تختار منين بقى من كل حتة من دوريات ونعمل دورات ونعمل مجمعات وفي اجازة نص السنة كنا بيعمل حاجة كان كابتن جهري عمل حاجة جميلة جدا عمل منتخب القطاعات منتخب شمال الصعيد وجنوب الصعيد وبحري لا كنا بنجيبهم بننزل في المؤولين في اجازة نص السنة وبيعودوا في الفندق المؤولين ونعمل دورة كانوا بيبقى قدامك حوالي 80 لاعب من شمال الصعيد وجنوب الصعيد ومن قطاع بحري والقاهرة الكبرى وبيبقى كل الناس قدامك علاوة على انك بتتبع دوري قطاعات كان اقوى من الدوريات دلوقتي كان دوري قوي دوري جمهورية قوي جدا وكل ده بقى بتختار وبتشتغل وبتضم بتعمل المعسكرات وتعمل المواطشات الوديقة وبتفرغ وتدخل وتفرغ وتدخل فلانه السنة بيفرق اللعيب طبعا في التكوين الجثماني وفي التفكير في لعيبة بتقع منك في لعيبة بتكمل بس برضو العين هنا كانت ما هنا قال ليه أنا أصدر العين العين مهمة جدا بس كل المنتخبات صغيرة لحد المنتخب الأولومبي من غير إعداد في عدد مباريات يعني اللعيبة دي لعبة حوالي 40-50 متش دولي لعبنا كل الجنسيات والمستويات وفرقة وأسيا وأوروبا دورات في الإمارات دورات في المغرب دورات كل حاجة فالمتشاطة الكتيرة للولاد للمنتخبات هي اللي بتعمل منتخب قوي هتلاقي منتخب شوئي عمل كده منتخب كابتن حسن شحاته عمل كده المنتخب اللي عدد مبارياته قليلة في الاحتكاك مش هيكمل بشكل كويس ده هيبقى كل منتخباتنا دلوقتي عدد احتكاكها بمواتشاط ودية قوية أقلب كتير كتير أقلب كتير جدا عشان كده بتجد في صعوبة في المكسب بتجد صعوبة في أنهم يكملوا لكن البداية حضرك تقصد هنا أن الإعداد هو البداية الحقيقية من منتخبات الشحاب ودلوقتي الرسمي اللي موجود اللي شغال للمنتخب الأولمبي خرج منتخب النشئين وخرج منتخب الشباب ما ينفعش الاتحاد ككورة يعني يبقى حريان لحد دلوقتي أساساً والثلاثة دول موجودين كان لازم يبقى فيه منتخبين صغيرين وراهم حتى لو بدون طبعاً بدون الشركات بالزبط أن أنت قبلها بسنتين لازم يبقوا متكونين دلوقتي وشغالين وياخدوا وقتهم في الشغل لأنه في النهاية بتصنع لعب دولي مش بتصنع لعب نادي هيعد النهاردة ويمشي فاللعب بالزبط لأنه دولت زي معاك قلت أساس المنتخب الوطني دلوقتي اللي بقاله كم سنة وهقول لك على حالك كل المنتخبات اللي اشتغلت من أول الكابتن شوقي مثلا وكابتن حسن هتلاقي منهم خمسة ستة سبعة في المنتخب الأول خمسة ستة سبعة في النهاية عشان خدوا جرعات تدريبية وجرعات احتكاكية كويسة جدا عشان كده لما بيطلع في المنتخب الأول ما تقولش الرجل ده نقصه مش بس ضعيف لا أصله عنده رهبة أصله لا مكامل لأنه خد فترة احتكاك قوية جدا 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 عشر تقريبا بالعب منتخب أول 2011 كنا بنلعب بطولة بطولة الأفريقية في جنوب أفريقيا طيب يعني احنا بقالنا دلوقتي قدي 11 لا بالزبط بالزبط كان قابليها بقى ثلاث سنين شغالين بالزبط هو ده قصدي اه نحنا لا السن السن ده أو أي سن بيننا على الدرجة الأولى محتاج وقت واحتكاك وقت شغل واحتكاك وقت شغل واحتكاك وقت شغل واحتكاك بس هنا لا نظر لنتائج ولا تنظر لنتائج بس كده لا انت لعبنا في حاجات كتيرة جدا لعبنا ألمانيا ولعبنا البرتغال لا 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 احتكاك احتكاك قوي جدا الاحتكاك ما هو مش هيتعلم انه يكسب بس ما هو فيه أحيانا فيه ماتشاط هيتغلب فيها ما هو ده هيتعلم الحاجات اللي غلط فيها احنا واحنا رحين كاس العالم في كولومبيا عملنا طول رحنا لبرتغال لعبنا ماتشين وطلعنا من البرتغال على الكوستاريكا لعبنا كمان ماتشين مع منتخب كوستاريكا وبعدين تروحنا كولومبيا كل ده حتى قبل كاس العالم في التحضيرات رغم ان الكرة كتوقفة الوقت ده كتوقفة لكن عملنا ده حتى قابليها كمان كابتن سامير قلت له احنا عايزي قال لي الدنيا وقفة هنعمل ماتشد حتى كيك ازاي كلمت الناس في الإمارات مشكورين كان معالي يوسف سيركال كان قيسر اتعاد قلت له أنا في ورطة عمل لي معسكر في الإمارات وجاب لنا كاميرون وجاب لنا السعودية والإمارات ويكون هو غير عايز كده حصل من كده فيه أكتر من كده حاجة واستضفونا مشكورين جدا يعني في الوقت ده والعبنا الماتشد دي كلها عملنا دورة والعبنا الماتشد فعايز أقولك كان فيه تنوع في الاحتكاك كان فيه تنوع ده اللي خلى يعني حتى هما طلعوا من عندي راحوا استلامهم هاني راح بيهم أولمبيات كانت تسعة في الملعب صح تسعة لعيبة كانوا في الملعب راحوا الأولمبيات اللي في لندن في لندن أنت أخذ بالك صحيح ما فيش رهبة لعبوا ماتشد كتير واحتكوا وراحوا كاس عالم وراحوا وبعدين خلصوا الأولمبي راحوا منتخب أول على المنتخب الأول فهو التسلسل اللي عايز يشتغل ويعمل منتخبات قوية عشان تصب في المنتخب الأول لازم اللي تحت يشتغل بهذا الشهر وقت واحتكاك وقت واحتكاك طبعا مع تدريب وشغل بالعكس للدنيا التورط والجهاز زاد والأناليسي الزاد والمخططين الأحمال زاد والدنيا والحاجات دي كلها إيه الفرق ما بين محمد صلاح نيني حجازي ترزيجير مجموعة اللي موجودة وما بين اللي ماكملش من وجهة نظرك العقلية تفكير مش محتاجة دي على طول البيجي ستار صلاح يعني قابل حاجات كتيرة جدا قابل مشكلة قابل لا من أول سويسرة لما راح وابتدى يتعلم تعلم اللغة ابتدى يتعلم اللغة وتعلم اللغة وعمل مواسم كويسة بعدين يجيلوا بعد سنتين عارضين في وقت واحد ليفربول وتشيلسي تشيلسي دخل بس هو راح تشيلسي لأنه موريني يكلمه في ساعتها وقال له أنا محتاجك وراح تشيلسي قابل عقبات ما استسلمش كم ممكن يستسلم صح ما استسلمش وقال لا أنا عايزة لعارة راح تراح على فورنتينا وبعدين من فورنتينا راح رايح روما اشتغل صلاح عنده ميزة أنه بيستفيد من كل مدرب بيشتغل معه كل مدرب بياخد من عنده حاجة يستفيد بيها بلدتي فرق معاه في جزء كبير من التطوير كان مصامم هو أنه يرجع أنجلترا لأنه مش حاسس أنه عمل حاجة في أنجلترا فرجع كل دي عقليات أنت بتفكر إزاي أنك عايز تعد العقبة دي وعد العقبة دي عشان كده العقلية بتفرق بشكل كبير جدا في تطورك التطور دماغك بينعكس على تطور جسمك على تطور طموحك كل الحاجات دي كلها هل حالك على تواصل مع محمد لغاية الوقت لسه من يومين ثلاثة ما بنهني بعيد ميلاده الكلام ده بيبقى حلو لأنه ناس ممكن تقول لك صلاح كبر صلاح في حتة تانية لا صلاح وكلهم أنا طبعا ولكن أنا على تواصل معهم كلهم لكن لا صلاح عمره كبر وعمره إنسان مهزز خلي بالك في وصوله لنهو ده جزء من العقلية ده جزء كبير من العقلية أنك أنت أنت دايما المدربين الكبار بعد ما بيكسب ماتش اللي بيتسئل يقول لك علينا أن نتواضع عشان الماتش اللي بعده لازم نتواضع إحنا كسبنا وفرحانين علينا أن نتواضع لأنه التواضع جزء من العقلية السليمة جزء من إنك تفكر في أن طموحك ما فيش حاجة تعطله الحاجات دي كلها لكن صلاح قيمة التواضع قيمة الإنسانية وده بينعكس عليه بتشوف كل زميله بتكلمه إزاي كل من بقى تعامل مع صلاح بتكلم عليه إزاي بشكل بشكل إيجابي يعني برضو يا كابتن وحركو أنت بتتكلم مع اللاعبين ساعتها صلاح والنني والحجازي ومحمد إبراهيم بقية اللاعبين وكل الناس اللي موجودة يعني في الوقت ده إيه لي خليك تشوف أن محمد صلاح هيوصل لكده غير العقلية بعيدا عن العقلية لا بص هو اللاعب يبقى عنده مهارات وعنده مميزات كل واحد في مركزه وعنده مميزات مميزات ما خليها موجود في المنتقب ما خليها أنه مميز عن قرينه لكن أنت بتتعامل معاه أنه طموحه يحترف أنه طموحه يروح في حتة بعيدة كانت مضيئة عنده الفكرة عندي طبعا أنا ما كنتش أمانع لأي حد أي حد تجي له خلاص أنت دايما يعني مش حابب تبرز دورك في اللاعب أنا عايزك تبرز لا لا هذا موجود لأنه لأعدة الفترة طويلة ما بتقعد مع مجموعة وبتتعامل معاهم هم بيتطبعوا بالكلامك لأنه كلام مهم جدا والنصايح هي كلها مجموعة نصايح أنا بشوف كابتن المدير الفني في المراحل السنية الصغيرة تحديدا طبعا له الدور الأقبر الأبرز في نجاح إله لا له دور خصوصا حاجتين حاجتين دور أكبر طبعا لا بحط الأساس للصح لا ينور عليك ناحية تدريبية وناحية معنوية بيرجعلي وبيرجعولي في حاجات كتيرة جدا حتى وإحنا مش مرتبطين تدريبين ببعض لا أو حتى وهو أنا بتكلم على الوقت اللي كان في منتخب الشباب لا طبعا هو لو في مشكلة حصلت عند إنني ساعتها كلهم كان بيعمل كلهم كلهم كان حجازي كان بيجي لو في حاجة بنساعت فيها طبعا المدير فني دوره كده لا الأدوار مهمة جدا مهمة جدا ودي من ضمن الحاجات اللي خلتني فرحان هنقل لك لنا حياة تانية خالص بعودة بدر راجب للنادل حلو جدا لأن بدر بيملك الدور ده بشكل كويس سألكنت هسألك السؤال ده على كلر أقوى كلر طبعا باكتشاف ده بيعمل كده وبيعمل كده وبهدوء وباهم مرحلة الانسجام اللي بينه وبين اللعيبة هنروح لكلر ولكن بدر راجب طبعا بدر بيملك دي بيملك التواصل الجيد مع اللعيبة بيملك إنه يخلي اللعيب يرتبط به ويسمع من إنه ممكن اللعيب تكلمه بيبقى فيه جزء يعني أقولك بيقول إيه بالكلام ده كده لكن طريقة بدر في التعامل مع اللعيبة بتخلي اللعيب يرتبط به وينفذ اللي هو بيقوله فبيكون إنعكاس كويس بدر يملك ده بشكل كويس على عين كويسة جدا في الشغل على شغل بقى هو تقريبا نمر واحد في الشرق الأوسط في الشغل الفني في الجزئية دي بقى عنده خبرات كبيرة جدا فضي من ضمن الحاجات اللي أنا فرحم بيها إنه بدر هيعمل إضافات القطاع عامل حاجات كويسة بس نقصوا حاجات كتيرة جدا فنية وبدنية وحاجات كتيرة هيكملها بشكل كويس مع المجموعة إن شاء الله اللي اختارها ربنا وفقه أنا بشوف إنها هتبقى فيها فايدة كبيرة جدا عشان كده المدرب مهم جدا إنه عنده الجزء الثقافي ده في عملية التعامل مع اللعيبة والدرجات الأعمار مختلفة مدرسة كورة وبعدين فرق اللي بتلعب منافسات فأكبر فأكبر تعامل في التعامل برا الملعب والتعامل الفني والبدني مهم جدا وده ينقص كل مصر دلوقتي ينقص كل مصر الاهتمام بالمدرب بتسقيفه كيف يمكنك فيه دورات غري يعني دكتور جابان محمد علي مؤخرا بتاعة اللايسنز دي دي رخصة زي رخصة العربية انت بتسوق بيها بس على الأقل بوك التعلمك لا مش هتعلم برضو؟ مش هتعلم تبراعيك لا رأيه إحنا عمل لها في القطاع نفسه القطاع نفسه إحنا عملناها كل شهر أو شهرين بنجيب محاضر أحد من الفيفا النادي الأهلي كان بعملها وبيجيبوا يحاضر المدربين كان بيجي حاضرنا يعني مثلا أنا أنا النادي الأهلي طلعني رحت أياك ساعة شهر معايشة وبعدين لما جيت مش طلعني وخلاص وننسياني لا أنا جيت بدي اللي خدتوا كله جرعات اللي خدتها طبقها مش هطبقها ده المدربين في محاضرات للمدربين انت أخذ بالك أنا مش بديها للمحاضرات على الأساس أن أنا الكبيرهم لا عشان أنت اللي رأتك برأس عشان أنا اللي شفت الحاجة الجديدة بتدل فبنقلها فده لازم يشتغل لازم القطاع يبقى خالية إنه إن المدرب يتأهل كويس عشان الرياكشن على اللعيبة يبقى يبقى أفضل من كده لازم يبقى أفضل من كده بكتير يعني حالك تتوقع من دلوقتي نجاح طبع النشقي خلال الفترة السنة اللي جاية يعني على الأقل لكن كولر جيه في فترة كولر بقى له تقريباً تسعة شهور ما عرفش إعداد في التنبل وقت تسعة تقريباً جيه في فترة الدنيا مش ضلمة في الفرقة ضلمة في عملية التنظيم ضلمة في إنه عنده مجموعة لعيبة النادي الأهلي خد قرار وهو أعظم قرار بإراحة اللعيبة ده كان أعظم قرار عشان يجي كولر يستلم لعيبة ريحت واشتغل معها أسبوعين تقريباً هو اشتغل أسبوعين عنده ضغط حاجات كتيرة لعيبة كتير ما بين صغارين كانوا مكملين الدوري ما بين لعيبة في الإعارة ما بين تيم خسران دوري وكاس صح فهو المفروض إنه جاي صلح ده كله كل ده بحتاج وقت ما فيش فرقة كرة ما بتحتاجش وقت لكن التجاوب اللي كان موجود من مجلس الإدارة ومن اللعيبة تحديداً وبعدين هو دخل دخل مضغوط بقى أنت مطلوب منك تقدل كل كل الماء كل السيئات أو المساوئ اللي حصلت في الموسم اللي فات صحيح وكل دي بتشمل حاجات كتيرة جداً بتشمل لعيبة بتشمل جمهور ضغط عليك بتشمل لا هاتو عايزين راس حربة لا عايزين سفدباك لا عايزين بكراك كل ده ضغط ضغط على النادي وعلى المجلس الإدارة وعلى اللعيبة نفسها وعلى كل فهو تعامل وعارف لما تبقى الدنيا العملية مشبكة بشكل كبير جداً واحدة واحدة ادخال أفكاره والناس اللعيبة خدت ما خدتش وقت عشان كاي بيقولك تجاوب اللعيبة ده مهم جداً ما خدوش وقت في أنهم يعوضوا في دماغهم إنهم يعوضوا ما خدوش وقت إنهم يفهموا الراجل فدخل في ده عمل حاجات مبهرة جداً في تسع شهور أربع بطولات ومن منافسين كبار فعايز أقول لك طبعاً ختمها بحاجة هو نفسه في حالة انبهار بالبطولة دي بالبطولة دي تحديدة بطولة الفراخية فكولر عنده مهيزات إنه هادي وهو مش هادي يعني هو نفهم هادي هادي في طرح طبعاً لكن لو تشوف ردوده مثلاً ساعة ما تقل له هو أنت ليه ما مدتش شرط الكابتن لعلي إنه هادي مش من المدربين اللي بتزعق على الخط على اللعيبة فيه مدربين طبعاً تزعق وتروح هو لا بيتعامل بشكل هي بتبقى مختلفة من المدرب المدرب هو يبقى هادي في التعامل مع اللعيبة في قط اللبس هو مش هادي هو بياخد قرارات وبياخد قرارات في وقتها وبينفذ وعشان كده هو سيطر على قط اللبس سيطر على أقول اللعيبة واللعيبة خلاص بقت الأمور أنت تبعد عارف ترجع ازاي انت عارف حط السيطر وابتدى التفاهم وربنا مع توفيق ربنا والاستقرار اللي عامله مجلس الإدارة بشكل كبير جداً الأمور مشيت والمكسب بقى بيبين الحاجات دي كلها خب بالك المكسب بيبين الحاجات دي كلها خب بالك العملية الإحلال اللي بيدخل والتجديد أو أنك تدخل عناصر جديدة خصوصاً عناصر اللي دخلت في يناير كانت مهمة جداً في اتفاق ما بين مجلس الإدارة وما بين كلر على مثلاً مروان وخالد وقندوسي دخلوا وعملوا الفارق بشكل كبير جداً ما دي من ضمن الحاجات الميزة اللي هو دفها كلر والميزة اللي عند مجلس الإدارة النادي الأهلي إنه وفر ده وبسرعة جداً وشفنا الفارق ده موجود في التيم يبقى هنا الاختيارات صح والتنفيذ صح فالأمور وصلت إنك كل ده بيترجم بالبطولة الحاجات دي ترجمتها كل الشغل يعني يا اسلام يعني إيه تخرق بيئة للنجاح خل البيئة للنجاح أهم من أي حاجة وهو ده أول ما تيجي تشتغل تقول إحنا عايزين نعمل بيئة نجاح بيئة نجاح ده مجلس الإدارة عارف أدواره سيد عارف أدواره الرجل عارف أدواره بيئة بتبتدي من من عقودك مع اللعبتك بالضبط من العقود دي بيئة نجاح طب بيئة نجاح محتاج أي تاني الجهاز الفني محتاج إيه محتاج عدد يشتغل عايز كام واحد معك عايز فلان هيعمل كذا وفلان هيعمل كذا وفلان هيعمل كذا يتوجد الفلان عايز العيبة عايز عندي انتقالات في يناير مثلا أو هو جيه بعد أول السنة انتقالات يناير عايز فيه فلان وفيه أي رأيك عايز فلان وفلان وفلان تعال دي خلق بيئة النجاح بتبقى بالترتيب وطبعا اللي تضاف على بيئة النجاح بعتقد شركة الكورة شركة الكورة بمالها من من موضوع السكاوتينج وده كان ناقص النادي الأهلي بشكل جميل احنا كنا بنعمله بس بشكل آآ مانوال مانوال يعني كانت اللجنة أنا وكابتن فاتح مبروك وبدر رجل تلقى تتفرجوا بدر مش أكلناك مش كان ناسمك مع بعض في اسكندريا مش هنقول اسم مش هنقول اسم اسم المحل فكان بدر أواخد من الصغيرين لحد مثلا خمستاشر سنة وقاعدين أنا والكابتن فاتحي كنا مشغالين على الجزء الكبير فكتمشي بشكل دلوقتي دخلت الموضوع الأناليسس والأرقام والتحليل الكابتن صفت نارحمه وهو يعني قيمة كبيرة جدا كان بيروح راح غانا في البطولات المجمعة للمتخبات كان بيجيب الحاجات كان بيساعدنا كتير جدا لأنه من أحسن الناس اللي كانت عينها كويسة في لعبة الكرة كانت صفت الله يرحمه فعايز أقولك كان كل ده بنشتغله لكن دلوقتي في حاجات أحدث في السكاوتينج مع الأناليسس في أنك تروح وتشوف والعدد يكتر فالنالي الأهلي وفر حاجات دي كلها دي بتساعد الموديل الفني في تركيزه بيبقى شغله في الملعب مع رد فعل اللعيبة قبل بطلع شوف تقرير عن كل ركابتن عايزك برضو بما أننا بنتكلم أحد أولادك يعني أيمن أشرف حتى الآن أيمن أشرف يمكن الوحيد هو هو تقريبا بسمحه هو بس هو مخدش من وجهة نظرك فيه إيه يعني إيه والله الجمهور ده بالنسبة لنا أنا واحد من الجمهور عايز أعرف أنا اتكلمت مع أيمن طبعا اتكلمت معه كتير هو لما راجل اتسأل حاجة فنية فقط أول ما المدرب يقول لك حاجة فنية فقط مش هتقدر تقنعوا أي حاجة تاني خلاص لكن أشرف بالنسبة لي لعيب دولي كان معنا في بطولة إفراقيا صحيح استخدمناه في الباكليفت استخدمناه في نص الملعب في ماتش المغرب استخدمناه في سير دي باك في ماتشات السنغال لعيب سبحان الله برضو المدربين دول يعني كل واحد بتيجي حاجة كده تروح جيالك عنده مش شايفة حصلت معنا في المنتخب كان في حد اسم طارق حامد طارق حامد بنسبة لك ما ركروش قال لا أنا مش عايز وهي حاجة فنية بحتة برضو حاجة الرؤية عنده هو تفكير كلمنا ايه احنا اتناقشنا مليون مرة في طارق حامد تحديدة اتناقشنا في الموضوع ده بشكل اناليسس يعني اه ما قالكش حامد في الاخر ايه لا في الاخر خاص وقرروا طبعا كل حاجة ولكن انا نقصد انه يعني فنيا فقط لا فنيا فقط ما فيش اي حاجة خالص لا سيه قفلة فنية افلة فنية زي قفلة كتير انها تتغير فرص كتير اه بالضبط انا كمجلس ادارة لا لا وعمر النادي الاهل ومجلس ادارة مهما كان حجم المدرب يحقق محققش ما يدخلش في قراراته طبعا كانت بما اننا بنتكلم عن المدربين حلقة عملت مع كثير من المدربين الاجانب اخيرهم كارلوس كيروش وقبلهم اه المدرب الامريكي بول برادلي برادلي ايه الفرق ما بينهم من وجهة نظر لا يعني كيروش بيهتم وبيصر الشوية ودي حاجة انا حاجة مهمة جدا في الناحية انك تكسب المنشط كبيرة او غير كبيرة انك تبقى عينك بص على وراء اكتر ناحية دفاعية مهمة جدا تنظيم مهمة جدا اه طبعا عشان اللي حصل في برادلي في خانة لا برادلي دايما كان بيحب ان الملعب يطول شوي لكنوش لا ما فيش الكلام ده يرجع نصر منحب ما فيش الكلام ده لا من قدامه على الدايرة يعني وتشتغل لانه انت بتقيس برضو بتقيس الفرق هو كان بيقيس الفرق كويس كنا يعني بدوعد يعمل الانز بتقعد بالسبع تمن ساعات تقيس تفصص الفرق فاحنا فاطلت كروش واعنا فرق كبيرة طول الوقت حتى بطول العربية جزائر وتونس وبعد كده روحت بقى لعبت السبع كوار لعبت ناجيريا والمغرب والكاميرون والسنغال كله وكود فوار فلعبتهم كلهم بتلعب فرق مدججة بالمحترفين بشكل كبير جدا وبعدين مش محترفين لا في أكبر الدوريات يعني وأسماء كبيرة وعايز أقول أنه التفكير في الجزئية دي هو اللي فاد النادي الأهلي بشكل كبير جدا حملت تغيرات كتيرة جدا في كولر بعد ماتش سانداونس أنه ماينفعش الجزء ده يهمل مش يهمل مش عايز أقول أنه يهمل أنه أبقى أبصص طول الوقت اللي أنا مهما كنت فرقة كبيرة عشان كده تلاقي كل الماتشات النهية فيها جزء كبير منها في التحفظ المنسيتي والإنترو كله كله كل الماتشات كله فلازم ده جزء مهم جدا وجزء دايما الناس بتشوفوا النعيب هتلاقي بقى لقى مدربين آه بقى لقى مدربين صراحة أنا فكرة أنا مدرب هجومي ماشي يعني ما بتدفعش ما قال إذا دفعتش هتهاجم هتتغلب برضو وهتمش فهي كلمة كلمة غريبة من كتر ما الناس بتقعد تقول فيه افتكروا إنه إنك تدافع كويس ده ما هنقول الدفاعك كويس إنك ما دخلش فيه جون إنت سهل تجيب في أي وقت جون حتى لو ما جبتش مش هتتغلب إنت أخي بالك هو إحنا كنا بنشيل بالمغرب ليه في كسل العالم بتدافع كويس لا هو بقى كان بيكسف شوية يقول لك إيه المغرب عاملة لوحة هو دي اللي بتدافع هو على بكرة اللوحة لازم تتعامل في الدفاع والهجوم فهمت هو مش عيب إنك تقول بيدفعوا كويس وبيعملوا على التحولات وكذبوا المتشاكل كلها بالتحولات مش عيب أنت تلعب كده بالزبط خالص يعني اللي بيتكلم هو نعم موجود في الكرة فلما يحب الجمال يقول لك لوحة دفاعية جميلة ممتعة ما هي 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 هوا مكسوف يقولوا إنهم دفعوا وقالوا على التحولات يعني ما فهاش حاجة تكسف رأي حضرتك دلوقتي في القوام الرئيسي في الندي أو القوام الأساسي في الندلال طبعا القوام طبعا الناس إحنا عندنا الحمد لله دلوقتي وإنت بتعمل القوام وإنت كذبان البطولات أو كذبان لأربع بطولات بيبقى الدنيا سهلة شوية بتبقى سهلة في التفاوط ما فيش ضغوط ما بتجيبش حاجة تحت ضغط ضغط الهزيمة إنك عايز بتجيبها تحت الموضوع أنت بتجيب وأنت كذبان أي حد عايز يجيلك أي حد يبقى متشرف إنه يجيلك طبعا فيه سعر وعرض وطلب وكل حاجة لكن التفاوط بيبقى أسهل وإنت بتعرض نفسك إنت معروف بس التفاوط بيبقى أسهل وأتبقى إنك بتحدد المراكز كولر والناس اللي شغالين في الكورة بيحددوا وبيجيبوا اللي هو طلبه وأنا بعتقد إن المرة عشان إحنا رايحين كاس عالم إن شاء الله يعني اللي بيتحكم نواحي اقتصادية أنت تتحكم بشكل كبير جدا في الليفل اللي أنت بتشتغل عليه أنا عايز أحسن بس أحسن محتاج اقتصاد فإنت المرة دي هتعمل اقتصاد كويس من البطولات اللي أنت عملتها وفي اقتصاد قادم عملت بعد محققت البطولة عندك سوبر إفريقي وعندك كاس عالم كل ده دخل فيه إحنا عسدنها 18-19 دولار لا ده فيه كمان حاجة أهم أنت دخل لك اتنين رعاة جداد إن شاء الله يعني يعني فيه اتنين رعاة جداد دخلين لك عشان بس يتحطوا على على فانيلات التدريب لأنك ما شاء الله أنت فالتشير تتملى فكل ده عشان يتقال بس إنه الراعي بيجي لصاحب البطولات لأن صاحب البطولات شعبيته كبيرة ولما بياخد بطولات شعبيته بتزيد وبتجبر مش على المستوى الإقليمي بتجبر على المستوى بتوسع في كل دايرة الدنيا اللي حواليه بما إينا عايز بتتكلم أصلاح لك دولات فتحت لي نقطة مهمة جدا اللي هي كاس العلم للأندية تمام خلاص نحن نرعف كاس العلم للأندية وبالتالي أقصى أو أفضل نتيجة عملناها البرونزية البرونزية هل من الممكن في المستوى اللي حيبتكلم فيه الاقتصادي ومستوى اللاعبين اللي نحن بننظر ليه نحن نفكر فيما هو أفضل أنا أنا متأكد إنه طبعا نحن بنفكر من ساعة صفارة النهاية أوكي بتاعته ده أنا متأكد إن الكابتك محمود دماغه في الأفضل لأنه مش مش كمان دماغه هو قريدي ده هيطلب كده ما هو خلاص أنت بتوسع وبتعلي السقف الطموح والجمهور دلوقتي بيطالب بالأكبر وده طبيعي انت حققتي دي فهتروح عايزين نوصل للأفضل عايزين نوصل للأفضل لأن الأفضل بيعمل كل حاجة أنت بالنحل اقتصادية بيقويك بشكل كبير جدا ومن ناحية المعنوية ومكانتك العالمية والتحقيق الأرقام وده كل ده مكاسب بس المهم بقى إدارة هذه المكاسب وإحنا الحمد لله عندنا مجلس إدارة بيعرف يدير الأموال ويدير المكاسب بشكل كويس جدا اشتغل كان الكاب صالح يقول كده اكسب فني حجي لك فلوس مش حجي لك فلوس انت هتدير أي حاجة اكسب فني لأنه مفيش ضغوط بالزبط الفني هو اللي هيخلي جمهورك مبسوط وانت تبقى مبسوط هتجي لك أموال تعرف تديري الأموال هتوصل لحتة أبعث هي سلسلة مرتبطة ببعض بشكل كبير جدا من وجهة نظرك يا كابتن احنا ككرة قدم الفريق اللي عندنا محتاجين منه دايما فيه كلمة بتتقال انه الفرق الكبيرة تبقى محتاجة لو عندك حتى واحد واثنين كويس لازم بقى عندك واحد واثنين وثلاثة كويسين وشبه بعض طبعا عشان كرة دايما بتجيب لعيبة مش معنى ان انا جيب لعيبة مش معنى ان انا جيب لك باكليفت ان العالي بعلوه لوحش ويمشي لا في نظام المسابقة بتاعتنا انت عندك مسابقة وخب بالك المسابقات زادت تعرف سنة جاية تمانية يعني انت السنة جاية تمانية المسابقات زادت تمانية فانت مع الشغل ده خب بالك كولر كان بيتهاجم في الاول انه عملي غاية ليه احنا عندنا كان ثوابت او ثوابت بتقال بتلاقي المعلق بيقولها بتلاقي محلل الكرة بيقولها بتلاقي المدربين بتقولها ثبات التشكيل ثبات التشكيل ثبات التشكيل ثبات التشكيل في ظل المسابقة بتاعتنا والبطولات الافريقية فاصبح صعب فهو الراجل صمم وكان بيتهاجم في الاول صحيح على عملية الروتيشن لحد ما بقى خلى الناس تتغنى بالروتيشن اللي بيعملوا كلها فخلى عملية كلام في ثبات التشكيل والناس بقى بس انه اسمعتك من فترة يعني في بداية كلامك في الامر ده كنت مقتنع بالله هو بيعمله جدا اسمعتك يعني في برامج اخر هو اشتغل على 22 23 24 لعين ووصل المفهوم ده للعيب احيانا خبالك اللعيب بيبقى عارف في الحداشر بلعب واللعيب اللي بره بيبقى مريح شوية مريح مش شوية بيبقى مريح يعني عارف يقول باخد نص ساعة في ربع ساعة هستنى لما المكان ياخد ثلاث انذرات والعب او لما تحصل اصابة لكن هو خلى الناس كلها اي وقت تلعب كلها جاهزة النهاردة انت هتلعب النهاردة ده هيلعب بشيل سردباك السردباكات اللي عندها كلها لعبت صح كلها لعبت صح اللولا صابت اكرم وكريم كانوا هم وهاني وكلهم بيلعبوا علي يمكن عشان حتى اشرف لعب خالد عفتاح لعب باكليفت لما جبته في يناير بعض الاحيان كل اللعيبة اللي في نص الملعب لعبت كله لعب كل اللي هناك لعب كل الخط الامامي لعب وانت وجد عندك فخلق حالة نفسية كويسة جدا وكي واللعيبة تلعب فبقى عنده قاعدة من 22-23 لعب انت بقى الجمهوري بقى وصل الجمهوري ولك مش مهم من يلعب هيا حد يلعب وحتى انه سباة تشكيل ممكن يعمل سباة تشكيل في مطشين وربعة لكن بيستمر في الروتيشن والروتيشن بتتوقف على عدد اللعي بغار اتنين ولا تلاتة ولا اربعة استكلام حالك صحي ليه لانه السنة جاء عندي خلينا نحسب لا ده غزب عنك دوري لو عملتش كده مش هتستمر مطشين دوري كاس ربط تمام ادي تلاتة محلي تمام افريقي عندك افريقي سوبر افريقي والسوبر مصري والدوري السوبر ليك كاس العالم ادي خمسة مع التلاتة المحلي اي تمانية وانا بقول حرش ان انتظرت حاجة ولا لا لا وما فيش انتظار عشان كده انا مش عارف شكل المصابقة يبقى عامل ازاي السنة فاتت المصابقة المحلية المصابقة المحلية لو ما تغيرتش المنتخب مش هيعمل حاجة في اناير في قد فوار شكلها لازم يقلل منها تاخد منها عشر اسابيع عشر اسابيع لازم عشر اسابيع ده يعني كم نادي تقريبا ما هو عشر اسابيع لازم تغير انت كام دلوقتي 34 يعني انت عايز الابع وعشرين يعني عايز اتنشر نادي قوام المنتخب قوام المنتخب اهلي زمالك يعني هتلاقي البيرامد اتنين لعيبة هتلاقي فارقه لعيب هتلاقي كذا انت واخد بالك فانت شكل المسابقة لازم يتغير عشان انا بتكلم من دلوقتي للمنتخب اللي هو راح يناير وعنده تلات اجندات لحد يناير او اجندتين فانت لو ما فرقتش وغيرت شكل المسابقة مش هتعرف تنقص العشر اسابيع دول دول شهتع فهتوصل وما تقولش هم عايزين ما تقولش الانديه عايزة انت واخد بالك شوف الصالح اللي هيبقى لصالح الكورة ولصالح المنتخب وكده كده الدوري ملهوش راعي يعني احيانا الرعي بيتحكم في شكل المسابقة كده كده الدوري مفوش راعي انت واخد بالك فنشوف بقى مصلحة المنتخب مصلحة المنتخب اللي رايح في يناير كمان خمسة شهور ست شهور تسادع انك اقعد مع فيتوريا اتحاد الكورة وراعك فيتوريا كابتين والله فيتوريا اسمه مدرب كبير حتى الان يعني لا حتى الان ما فيش تقييم يعني ما ينفعش يهتم لا طبعا شغله عاجبك هو شغل ده هادي هو هيشتغل كويس جدا لانه مدرب عنده خبرات ومعندوش طغوط اه هو عنده خبرات وبعدين هو بيتعلم في يعني ايه منتخبات اول مرة يمزق منتخب مفبوض لانه فبيبقى عنده فترات راحة كتير لما كان شغال في النقل الاندية كان بيشتغل ديلي كل يوم فده اختلف تحضير اللعيب المنتخب مختلف ما عندوش احتكاكات كتير عندو اجندات محددة فلازم تختار النوعية اللي هتلعب بيها فهو يعني بعد ننسى النهاردة جنوب السودان النوعية اللي جاية لازم تختلف فكسب تلاتة النهاردة بمناسبة بغض النظر يعني النوعات حتى السبت ماتشوات بيستسناء بالجيكا يعني هو الماتش اللي كان معترم فرقة كبيرة اه راح اكس عالم ده كان ماتش كويس المنتخب يستفد منه لكن هو مدرب كبير طب نستفيد منه ازاي او هو يعمل استفادة ازاي انك ما تضغطلوش بقى اللعيبها لانهو ما عندوش غير تلات اجندات واللعيب هتبقى متوزعة ده زمانك عندو بطولة عربية كمان كمان في بداية الموس صح فكل ده ضغط على لعبته هو على لعبته هو هنقول ان اللعيبة اللي برا دوريها منتظم اه طبعا اه دوريها منتظم انت جبت اللعيبة من اجازاتها لعبة الماتش الغينية فعايز اقولك انه محتاجين انهم يرتبوا الشغل كويس بتوريهم مدرب كويس لكن مدرب كويس انا اقدر اقايمه في الماتشات الضعيفة اللي فادت دي ما اقدرش اقايمه بقى في التقايل وما يقعدوش يعني ما نعودش نصدر النجمة بتاعه هو هجومي حتى المسؤولين اتحاد الكورة ما تتكلموش ان احنا حدت ان احنا اصلا وعايدين وهاجم اوي خليه يلعب في الماتشات التقيلة لسه لا اصلا لسه فيه متشات ما بانتش عنه تقيلة وهو انت مش شرط انك انت تلعب دفاع بمزاجك ممكن الخصم اللي يجبرك انك تبقى محطوط في نصف ملعبك صحيح فرق المناقى فرق الامكانيات فرق اللعيبة صح مش فرق اللعيبة بيحط فرقة تخليها في نصف مدينة زي انت النهاردة مع جنوب السودان مدينة السودان اقعدة في التمنتاشر بتاعه ليه عشان هي عايزة تدافع عشان تاقوى منها عشان تاقوى منها صحيح فالحطة انه يدافع مش هو مش هيدافع بمزاجك بس المهم بقى هتدافع ازاي اوكي وهو ده اللي عمله كولر انه دفاع الجماعي اللي عمله ممتاز طلع لنا احسن حاجة صح فخلى كل الفرص قليلة وخلى نسبة تهديف قليلة في نفس الوقت بيعمل مجموعة من الهجمات مؤثرة بشكل كبير جدا وبيجيب جوان طبعا عندنا عيبة خطير جدا وناقص في عملية اضاعة الفرص واضح واضح بشكل كبير جدا هو اتكلم فيه لا واضح هو طول الوقت بيتكلم فيه احنا بنشوفه يعني انت بتوصل عشر مرات بيجيب جنين بتوصل كم مرات كده نسبة قليلة جدا نسبة قليلة جدا نسبة قليلة جدا طيب معلش مرة تانية ايه النواقص اللي حضرك شايفها او مش النواقص الاضافات اللي ممكن تبقى موجودة الاضافات الامور طبعا كولر بيحددها والزمان وحددها يعني وحددوا الاسماء كمان وبدأوا كمان في الناس او يعني حمدي اذا كان حمدي ربنا وفقه وهيمشي او حتى الان لم يتم الاعلان عشان انت محتاج اتنين لعيبة اتنين لعيبة في المكان ده اه طبعا محتاج اتنين حتى بعد عودت اقرب ما انت عاملين نرص البطلات او لكن حتى بعد عودت اقرب اه خلينا نشتغل مع اقرم باكرايت اه خلينا مش عايز اقرب بقى يتحرك على رجلي كتير بقى يمين وشمال في نص الملعب اه ممكن هيستخدمه اكيد يعني احنا انا بتكلم ان مثلا خابد عفتاح لو انت عندك فاصبح عندك خالد اه طبعا مع هاني وخلص طبعا يعني واحد او اتنين يحددها لنادي يعني اه انت ااخد بالك طبعا اقتصاديا وبالعدد اللي انت بتقول احنا عندنا اليو ديانج وعمر السلية وقفشا والكندوسي وكوكا ومروان عطية ومروان عطية عدد كافي عدد كافي عدد كافي جدا اه لو ايمن هيمشي بقى انت محتاج تجيب سردباك اوكي انت ااخد بالك ما عرفش هجيب محلي ولا اجنبي ما عرفش حسب عدد الاجانب اللي عندنا كريستو هيبقى له دور كبير جدا لعيب كبير كبير حاجبة كريستو لعيب كبير لعيب هاي اللي عامل كده شمعين ده اللي انت يعني شايفه كده فكرني بالبدايات معه نفس الموزيشن بتاع صلاح وبتاع فنفس الشكل اهو طبعا محتاج البدني والجسم هيتغير اكيد هيشتغل على ده لانه هو سريع بكورة جدا وزكي اه طبعا بيشتغل فردي شوية لكن مع الوقت هيتطور كولر بيطور اللعيبة بشكل كويس زي ما انت قلت طور حسين بشكل كويس حسين بس حسين ياسم وتاو وتاو كهربا كهربا وقاليو ديان حمدي فاتحي انت كنت بتخيل انه يبقى بالشكل الهجومي ده حمدي جزء من التعليمات وجزء من التطوير هاني هاني كمان بصراحة كريم فؤاد قبل الاصابة عوض حاجات كتيرة جدا هو عوض نحن هو السنة اللي فاتت يعني فانا قلت له يعني قلت له لسه بدري لسه وهو كده الحمد لله حاجة جميلة جدا ورجع لمستوى بشكل كبير وعمل اداء كويس وبياخد نتيجته اللي انا عايز اقوله للعيبة ما ترميش وما تلومش حد كل مرة تلوم نفسك صحيح هتنجح كل مرة تلوم نفسك هتنجح انت هتلاقي رد الفعل جالك على طول اللعب اللي بيكتهد واداوب رد الفعل اللي بيجيله تلقائي اخيرا انا كابتن او يعني عشان سريعا المنتخب الاولمبي ايه رأيك يا خاوف طبعا لانه برضو منتخب بقاله ست شهور بتكوين ما لعبش خمستاشر رماتش يعني يعني احتكاك يعني الاخر اللي هي واضحة الاحتكاك مما لا مصر اي حد يقول اي حاجة تانية ويدفعل صف يبقى ربنا معاهم يعني يعني معاهم انا اتمنى طبعا انهم يحققوا احنا عايزين عدد يلعب في المنتخب الاول اوكي اه مش مهم يعني اه طبعا مهم نوصل طبعا مهم نوصل طبعا مهم نوصل ان شاء الله يوصلوا باذن الله رأيك في اداء كهرباء في الفتر الاخير والله رد الفعل باين يعني كهرباء ما شاء الله اه عامل فرق بشكل كبير جدا مشارك مساهم في البطولات اه بدرجة كبيرة جدا مع زملائق اللي بيساعدوا كهرباء بشكل صح بشكل كويس نهاردة جاب جون حلو برضو فعايز اقول ان هو ماشي في حالة اه في حالة جيدة اللي عايز اقوله مهم جدا قبل ما تختم احنا عايزين يعني جمهور الاهلي احتفل والناس احتفل من بكرا النادي الاهلي هتمرن والله اتمرن من مرضا لازم نفكر بقى كلنا في الدوري وياريت ان شاء الله ان شاء الله تحسموه بدري علشان الموسم طويل اذا كان فيه ناس تكمل باي شكل فمهم جدا الحسم بشكل وبتركيز عالي جدا انا متأكد انهم هتكلموا في الكلام ده متأكد انه سايد هتكلم فيه متأكد ان الكابتن محمود هيروح لهم وتكلم فيه متأكد ان كولر مش ناسي ده وعارف انه هتكلم فيه ده انا بقول للعيبة ركزوا تنهو الدوري ما عرفش العدد ما عرفش الارقام ايه يعني ربنا وفقك وتنهو بدري وتضيفوا بطولة مهم الاهم بعد لان دي احنا ماخدنهاش سنتين فمهمة جدا بالنسبة اه يعني ان شاء الله هي الاقرب لبطولة الدوري حتى الاول لكن لم تنتهي عشان كده محتاجة تركيز كبير جدا جدا مهمة الكلمة دي يا كابتن لانه الحقيقة فيه ناس كتير جد تقول لي يعني منهم احد الديوف كان بيقول لي كده بيقول لي لا اخدنا الدوري خلاصة ولا شفته صح لا 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 لسه بدري لسه بدري لا ما فيش تهون ولا وعندنا عدد كبير من لعيبة والجاهز والراجل هيختار صحة ويشتغل صحة ونحسم ان شاء الله اخيرا برضو يا كابتن بالنسبة لمنتخب مصر شايف الفترة اللي جاية لمنتخب مصر الاول ازاي؟ الكلام يقل في الناحية الهجومية والناحية الدفاعية والحاجات دي يعني ما يصدروش للراجل مشاكل طول الوقت كنت باسمع اصل الراجل جايب مشروع جايب مشروع ولا عرض مشروع ولا الاتحاد عرض مشروع ما تتحطش حاجات عشان تجمل الصورة فتبقى مطالب انك تعملها او تظهرها وهي مفيش مش موجود على الارض الواقع التلات اجندات ولا الاجندتين اللي جايين يستغلوهم بشكل كويس وهم الناس حتى الاعلاميين ضغطوا فيه على نوعية الماتشاط وهو رد حتى رد بنرفازة انه الاجندة دي كانت ملغبطة ما بين الناس مصابة ما بين دعبة الاهل اللي لعبه ماشي خلاص انت بقى لانه مطالب انك تلاع احتكاك يبقى مع تصنيف اول بالكتير اوي تصنيف تاني وتشتغل على ده في الاجندات اللي جاية واللي حواليه ما يتكلموش بالنابة عنه او ما حاولوش يدفعو فيجملو ده سيبوه الكلام ده الراجل قاعد اربع سنين يعني هو انت شايل من عنده مهام كتير بوجود اربع سنين اه بوجود اربع سنين فخليه ياشتغله ويتوفر له للحاجات دي انا مع الرأي ان الجهاز المعاون يسكت برضو لانه التصريحات الحقيقة يعني مهم ينفعش ادمان انا مثلا اندخل على تصريحات ماتشات انا مش عايز برضو احسبها اهلي وزمالك بني وبينك لكن انا اقصد اقول لحاجات هو ايمن انت بتاع تقصد ايمن انا نحببش هو ما كانش قاصد هو قاصد ان الفترة ديئة انه الدولين جايين من اجازات وان الاهلي لسه مخلص البطولة وقابلناهم هناك فيه الاهلي كسب وبينباركله قال كده وبعدين اللعيبة سفرت والنادي الاهلي بيحتفل وفرحان بجمهوره ومعانا لعيبة عليها ضغط واوة ومالحقش تاخد الجزء الكبير من حلوة البطولة دخلوا على ماتش ما حاجة تدايق ده هاني ومروان ودخلين بكرة تمرين ما اخدوش الاسبوع باللي اخدوه زميلهم يعني انت واخد بلا فارجو انه الناس اعديها برضو اكلمت بس انا في النقطة دي تحديدا انه انا ممكن اخد الناحية الايجابية من الاحتفال يعني ايه انا قابل الماتش بتاع اخب بالك احتفال او هزيمة كان هيبه فيه تأثير لا بس الهزيمة اه اكثر الهزيمة اكتر طبعا انا كنت متخيل ان فيتوريا ما كنتش هي لعبة حد من الاهلي اكد هتبقى الامور صعبة جدا لانه ده يومين والماتش لكن الفرحة لا الفرحة ممكن ولعب التسعة كمان لا هم لعبوا كانوا شكلهم كويس صحيح وده عصدي انا وجهة نظري انه ماشي اوكي قد تكون التصريح مش دايما هتقال ولكن ما ينفحش يتقال في الوقت ده في ظل هذه الظروف وفي ظل انت كسبان بطولة زي دي وجهة نظري اه ماشي لكن عموما يعني نتمنى رب كل التوفيق لمنتخبنا خلال الفترة اللي جاية ويتعامل اللي احنا بنسمعه من الكابتن دية لانه انا بشوف انه الاحتكاك وبالنسبة للمنتخبات الناشئين والشباب والاولمبي لا انا عايزة شغلك تاني خالص لان ما فيش انت امين عندنا المنتخبات دلوقتي ما فيش كل نسمعنا انه معالي الوزير عمل مؤتمر وقال ان احنا فيه صندوق لوحدك مابلك فلوسك صح او ل kız لسه برضو مافتですね معالي الوزير عدني لسه معادي ديني معامل صندوق لرعاية المنتخبات فا اتمنى انه يبقى فيه خمس منتخبات متكونين وبيشتغلوا على الأرض لان يا جماعة المنتخبات الاعمار دي بتاخد وقت وقت طويل جدا الكابتن ان شرفتني ونورتني وسعيد جداатели جدا جدا بوجودك معي واتمنى نهاء ان ان تتكرر وجودك ماء الناس بتبقى مبسوطة بوجودة كلمة انا سعيد ان انا موجود معك اولا طبعا انا جبتك كده ساهمت في انك تجي النادي الاهلي وتاني حاجة انا وانت في بيتنا في النادي الاهلي ده اهم بالنسبة لنا هو ده الاهم بالنسبة لنا فانا بشكرك جدا جدا على تلبية الدعوة وبشكرك جدا جدا اكتر على احترامك وتقييمك الموضوعي لكل الامور الحياة بعيدا عن اي شخصان اي عمر ربنا اخليك اسلام شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن دياء السيد استمتعنا جدا الحقيقة بكلام فني هام جدا جدا يخص الفترة القادمة لنادي الاهلي والمنتخبات الوطنية بالكامل زي ما حضراتكو سمعتو خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الاساتفة الكبار الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري في ديافة البيت الكبير